حور هي الابنت التي سماها أباها قبل أن تأتي ويعني ماجد في بداية العام الحالي قبل استشهاده بشهر تقريبا بشر بأنه جاي مولود على الطريق مولود بكر طبعا ما كانش في وقته محدد جنس المولود هروي ذكر أمونثا فكانت رغبته بأنه يسمي إذا جاءت بنات حور وإذا جاء ولد يسميه أيصر فسبحان الله بعد شهر ربنا سبحانه وتعالى استفا شهيد ففي الخامس من أكتوبر جاءت حور وأبصرت نور الدنيا وأخذت أنفاس أبيها بعد أن استشهد بإذن الله ماجد في تاريخ 22-22-2024 في هذه السنة قامت طائرة مسيرة بتوجيه غارتين لسيارة مدنية أمام منزلنا في مخيم جنيا طبعا على إثر تلك الغارات سوشي دياسر حنون وسعيد جردات وأصيبها حوالي 16 آخرين طبعا كان من ضمن 16 إصابة حوالي 3 إصابات خطيرة من ضمنهم أخي ماجد ماجد كانت إصابته حرج جدا مش بس خطيرة حرج جدا وتركها لدرجة إنها قاتلة فأصيب على إثرها بموت دماغية حتى استفاها الله سبحانه وتعالى بعد ثلاثة أيام في تاريخ 26-22-2024 حور ليست الحكاية الأولى وكذلك ليست الأخيرة مع الأسف يعني ما دام آلة القتل تقتل وتيتم الأطفال وترمل النساء وتجرف وتدمر كل ما أوتيت من قوة فحور لن تكون الحكاية الأخيرة حور هي جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من الحكاية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المظلوم المكلوم الذي يتعرض للإبادة منذ عام